اعتبرت كلمة الرئيس الصيني شي جينبينغ في المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تعبيرا عن رؤية الصين للمبادئ التوجيهية للعلاقات الدولية لتحقيق مجتمع ذو مصير مشترك للبشرية السياسة الخارجية الصينية تؤمن أن كل ما على هذه الكلة الأرضية هو ذو مصير مشترك وليس هذه الأمة وتلك الأمة في مصير مشترك وهي في تعارض مع مصائر الأمم الأخرى إذن هي دعوة مرة أخرى أننا كلنا على هذه الكرة مصيرنا مشترك ولذلك التعاون هو الأفضل لكي تكون البشرية في محل أفضل مما هي عليه وأكثر رفاهية مما هي عليه حيث أكد الرئيس شيء على تعزيز التضامن والاحترام المتبادل والتعاون والتأكيد على دور الأمم المتحدة والقانون الدولي تكلم عن مسألة مهمة أولا ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وأنه يجب أن نعيد الهيبة إلى الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة في نزع فتيل الأزمات في العالم وبالتالي أن مجلس الأمن والأمم المتحدة هي المكان اللازم لتطبيق قواعد القانون الدولي من أجل إيجاد حلول كما حث الرئيس شيء على تعزيز السلام والتنمية والعدالة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم متحدثا عما قدمته الصين من دعم دولي لمواجهة وباء كورونا أكد الرئيس الصيني على ضرورة التعاون ضد الجائحات وخاصة جائحة كورونا أو إذا حصل هناك من أزمات جديدة وهذا الأمر يؤدي للتعاون الإنساني وتعاون جميع الدول لتحقيق مصير مشترك البشرية جمع جاءت كلمة الرئيس الصيني شي جين بنغ استكمالا للرؤى والسياسات الصينية عبر الاستراتيجيات التي تم طرحها مؤخرا عبر عدة نقاط أهمها التعاون الدولي تجاه التنمية المستدامة وذلك لتحقيق الفوز المشترك للدول العالم الثالث هذا وذكر الرئيس الصيني بأن الصين لم ولن تعتدي على أحد وأن التعددية تغني التطور البشري أشاد مراقبون السوريون من كافة المستويات بكلام الرئيس الصيني شي جين بنغ في جمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت فيها على الدور الصيني الداعم لكل أشكال التعاون الدولي في سبيل إيجاد الحلول ومواجهة التحديات القادمة تأكيدا على بناء المجتمع في المصير المشترك للبشرية لقناة CGTN العربية يا عرب خير به دماشق